بص بقى خلينا نروح للخبر اللي جاي لان الخبر ده حلو جدا ونتكلم هنا تحديدا عن فرق يعني قطاع الناشئين لقورة القدم طبعا من نادي الاهلي اللي وصلت تفوقها ومش اي تفوق تفوق كامل على فريق الزمالك في جميع المراحل السنية المختلفة ببطولات الجمهورية طيب فوزنا بيه او حققنا يحقق فريق موليد مبدئين كده 2005 كان بالامس الفوز على الزمالك ده في الملعب بتاعهم بمئة عقبة بهدفين مقابل هدف عشان يصل الإجمالي هنا لتمن انتصارات في تمن مباريات بنتكلم بالعلامة الكامل طيب فيه وقت ناخد كده بعض برضو الفرق اللي فازت خلونا نروح سريعا فرق عندك شباب الاهلي موليد 2001 بقيادة شريف عبد الفاضيل نجح في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فريق الاهلي موليد 2003 بقيادة محمد شرف فاز على الزمالك بهدف عندك فريق الاهلي موليد 2005 بقيادة علاء عبدو فاز على الزمالك بهدف دون رد ده كان خلال مباراة الدور التاني مبارح اللي فاز عليه بهدفين مقابل هدف يعني فيه وقت تاني ناخد موليد 2006 بقيادة سيد غريب فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ده كان برضو في الدور الأول ونجح كمان في تكرار الفوز بنفس النتيجة خلال الدور التاني عايز نكمل ولا كفايا كده؟ أقول لك رأد راضي طب الله ينوح ل2008 كمان بقيادة تامر حسن فاز على الزمالك بهدفين برضو دون رأد لا بجد والله رح نتكلم تقلق محترم جدا وفكرة ان انت تتكلم عن ناشئين النادي الاهلي ان هم بهذا المستوى وواضح ان كده الدنيا ماشية كويس انت قصة كلها انت لازم قاعدة الناشئين تكون متركز فيها يكون عندك فعلا نجوم وطبع احنا ناشئين الاهلي طلعت نجوم كتيرة جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي لكن احنا بنتكلم كمان فيما هو قادم الموضوع مطامن الى حد كبير انت عندك قاعدة كبيرة جدا وعندك فوز بيحصل ورانكينجز حلوة جدا وبطولات كتيرة بيحصلوا عليها الناشئين وصوصا لما تتكلم عن المنافس الاكبر اللي هو النادي الزمالك بهذا الفوز اللي احنا الوقت لسا كنا بنتكلم من حضراتكم عليه لا الدنيا كده اعتقد ماشية في طريق سليم جدا فبرافو ويكملوا على كده ان شاء الله عشان كده كالعادة برضو حضرات النادي الاهلي دايما هو النادي الاهلي ايا كانت الفئة العمرية انه فيه لعيبة لابسين تشيرت النادي الاهلي بموجبها فهم مسيطرين ومهينين الاهوان دي استعرضت معنا وقعدت تفند اعمار مختلفة تقريبا دي تقريبا الفئة العمرية يعني او الفئات العمرية اللي بتشكل قوام الناشئين كمبدأ عام فبسم الله ما شاء الله حاجة عظيمة جدا ان شاء الله باذن الله كمان يوصلوا التقلق والنجاح وما يدخلوا بعد كده بقى في الفريق الاول يعملوا شغل احلى واحلى كمان باذن الله